لم تفلح كل التطمينات في الحد من هلع اللبنانيين وتهافتهم على شراء الأدوية الأمر ليس مسحة أبداً عندما يتعلق بصحة من نحبهم حين نذهب من صيدلية إلى أخرى لنبحث لهم عن حبة دواء واحدة قد تنقطع غداً أو يرتفع سعرها أضعافة بعدها الناس طبعاً يعني عايشة تحت هاجز رفع الدعم أو تنظيم الدعم وما في شيء واضح لحد هلأ يعني حمن أربعة شهر طلع تصريح أنه بدين رفع الدعم باخر السنة ومن وقتها الناس منها عارف شيء لأداء هيدا خالق أداء عند المواطنين وعم بيخلي الناس يبقى تحتهم داع حالة وبحاول تشري دواء وتحط ببيوتها وتخبي دواء أكيد الناس كانت تجمع دولار ستبقى تجمع دواء أنا بشبههم لبعضهم المواطنين عم يبرم معدة صيدليات لأكبر عدد منها الأدوية ساعتها بيحبيها ببيته أو بيخزنها لحي تالي بيهم ريهم إذا حتاجها إلى دية والوكلة عم بيسلموا صيدليات منها الأدوية طبعا بالأطارة علبي أو علبتين لأنه وزبه الدوي يعني سلم الصيدليات صيدليات قد مبادة ومنها الطلب الهيئة لهيدا تبدأ المخازن بخلال أسبوع يبدو أن الدولة الكريمة تختبر صبر اللبنانيين أيها المواطنون نعلمكم أن سعر الدواء قد يرتفع إلى ستة أضعاف في حال رفعنا الدعم عنه لكن رجاء لا تتهافتوا إلى الصيدليات حتى نقرر ماذا سنفعل بأمركم اشتركوا في القناة